من جديد يعود التوتر ليخيم على شبه الجزيرة الكورية الفصل الجديد من حلقات التصعيد المستمرة يتعلق بإعلان الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إجراء تدريبات بحرية مشتركة للدفاع الصاروخي ردا على ما تصفه استفزازات مستمرة من بيونج يانج التي تتهم بدورها الطرف الآخر بأنه سبب هذا التوتر التدريبات الثلاثية التي استمرت يوما كاملا أجريت في المياه الدولية قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية شاركت فيها ثلاث مدمرات من طراز إيجيس الدول الثلاث أجرت محادثات عسكرية رفيعة المستوى في واشنطن الأسبوع الماضي اتفقوا فيها على إجراء مناورات دفاع صاروخي ومضادة للغوصات على أساس دوري لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية وعلى وقع هذا التصعيد اتهم مسؤول كوري شمالي واشنطن بإثارة التوترات في المنطقة وجعلها على شفى الانفجار بإجراء تدريبات عسكرية تحاكي ضربة نووية استباقية وحربا شاملة ضد الشمال مضيفا أن التهديد النووي الأمريكي والابتزاز قد وصل إلى مستوى لا يمكن التغادي عنه ولطالما كان ينظر إلى تطوير الأسلحة الاستراتيجية على أنه هدف رئيس لبيونج يانج ضد التهديدات الأمريكية إذ أن اختبارها صاروخا باليستيا من نوع جديد يعمل بالوقود السلب يمثل تقدما تقنيا واستراتيجيا كبيرا لبرنامج بيونج يانج ويمنحها قدرة أكبر على المناورة ويجعلها أكثر تهديدا